لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بينا إن الحج في منه ثلاثة أقسام واللي من ركزوا عليها حج الإفراد يعني إفراد النية بالحج فقط يقول لبيك اللهم حج والحج بالتمتع وقلنا هذا اللي وصى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيين الحج بالإفراد اللي يعرفوه الحج بالإفراد أو الحج بالكبيرة هكذا بالعامية يقولوله أو الحج بالتمتع أخواني أخواتي أمهاتي اللي هو إنه نجيبه عمره أولا ثم نتحلله من إحرامنا وبعدين نقوله لبيك اللهم حج يوم ثمانية اللي هو يوم التروية هذا شمعناها الحج بالتمتع الله عز وجل من نعمته الواسعة إنه بيين الحكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في آمته في أشهر الحج الحج أشهر شوال ود القعدة ود الحجة المتة واسعة رحمة من الله عز وجل اللي بيجو من أقصى شرق آسيا اللي بيجو من المغرب العربي اللي بيجو من أفريقيا من أقطاب الدنيا فمدة الحج واسعة في ناس بيوصلوا قبل يوم الوقفة ويوم التروية بقليل في ناس بيوصلوا من منتصف شهر شوال كل إنسان من رحمة الله الواسعة بعباده أن جعل الحج ثلاثة أنواع فيها اختلاف نعرفوه ونركزو قلنا أخواتي أمهاتي لازم قبل خروجنا من بيتنا نفهمه إحني والمحرم لينا ومن يرافقنا في الحج اللي ماشي معاه إحني بما دسة ننوي نوين بالإفراد ولا نوين بالتمتع الحج فيها أركان أركان الحج أربعة اللي يقوم عليها الأركان معناها الأساسيات إذا فسد واحد منها فسد الحج أركان الحج ما هي؟ الإحرام والنية اللي هو يشمل النية أطسعي الوقوف بعرفة وطواف الإفادة هذه الأركان اللي يقوم عليها الحج الواجبات اللي دارها واجب من واجبات الهدي تركها يجب علينا فيه فدية وعندنا السنن السنن يتافعلها ولا يؤتم تركها بش من من تلخبطوش والركز في الأحكام إذن الحكم اللي يشترك فيه الجميع سواء احني بالتمتع ولا بالإفراد ولا بالقران عندنا الأساس وهو الإحرام الإحرام سبحان الله الله عز وجل جعل مواقيت للحج والعمرة مواقيت لما نفوتوها أو منجتازوها أو ممروا منها هذا دقاية هو مكان الإحرام لو كان إحنا جايين من المدينة المنورة مثلا فرضا طيارة نزلت في المدينة المنورة عندنا مكان للناس كلهم توا يعرفوه المعروف الآن بأبيار علي أو ميقات دي الحليفة عندنا لو إحنا بالطيران حمروا على الميقات نحن دول شمال أفريقيا واللي جايين في الاتجاه هذا حمروا على الميقات اللي اسمها رابغ لما منمروا عليه والكابتن بينبهونا في الطائرة ويقولوا الآن سنمروا بعد قليل على الميقات ماذا يجب علينا في الإحرام هنا النقاط الأساسية الله يبارك فيكم اللي نستعدوا لها فيه أشياء نشتركوا فيها رجالا ونساءا في الاستعدادات يختلف طبعا زي ما يختلف لباس الرجل والمرأة يختلف إحرام الرجل والمرأة وهنا أمي وأختي الغالية أخوات الحبيبات رجاءة ركزوا معي المرأة كيف يكون إحرامها كيف نستعدوا فيه قلنا أحكام مشتركة وفيه أحكام تختص بيننا نحنين النساء ما هو الإحرام؟ الإحرام أختي أمي الإحرام إن نحن نبدو في النسق والشعيرة العظيمة هادي يا أما حج يا أما عمرة بتحرم علينا أشياء هذا شمعناها باختصار الإحرام نبدو في الدخول في النسق ونبدو محرمين ونبدو نقولوا لبيك اللهم لبيك بتحرم علينا أشياء قبل أن دخولنا في الإحرام ماذا يجب علينا من الاستعداد؟ الاستعدادات ماذا؟ بداية تقليم الأضافر هذه في بيتنا كل ما هو من سنن الفطرة الإنسان من تنظيف نفسه يقوم بيها هذا هو في بيته الاغتسال للإحرام قبل خروجنا من البيت الاغتسال مش لإنه واجب ولكن لإنه هذا يفضل مش للإنسان قدامه رحلة وقدامه سفر يمشي طيب الرائحة وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يغتسل الرجال يتطيبوا يتطيب في بدنا هيحط من الطيب هذا اللي هو المعروف ما بين الرجال أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجزها عننا خير ما يجزي به عبادها الصالحين علمتنا احنا معاشر النساء والرجال كيف تطبيق العديد من الأحكام أمنا عائشة كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج الرجل أخواتي الحاج الرجل يتطيب في جسمه يحط الطيب عليه جسمه مش على الإحرام منتعها اللي هو الأبيض اللي هو الفوطة والإزار لكن احنا النساء ما لناش الطيب يا مسلمات يا مسلمة يا مؤمنة الطيب ما هنش لنا للرجال هذا في حالة الإحرام إذن نستعدوا تقليم الأضافر والاغتسال من رحمة الله عز وجل المرأة إحرامها بلباسها العادي لكن بحجابك الشرعية مسلمة حجابك الشرعي له مواصفات ولعلنا أننا نفردوها في حلقة بإذن الله تعالى كيف يكون حجابك اللي مفروض إحنا نعرفوه من قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج الحجاب الشرعي هو ملازم للمرأة المسلمة في كل مناحي حياتها أثناء خروجها من بيتها إذن نستعدوا بالاغتسال وتقليم الأضافر والإنسان تنظيف نفسه من السنن المعروفة هدية والأداب العامة اللي تعلمناها واللي نعايشين بيها احنين المسلمين ولله الحمد هذا من الاستعداد هل المرأة لها لون معين في حجابها أثناء الحج؟ لا المرأة ليس لها لون معين في لباس الحج حجاب المرأة المسلمة إحرامها ليس لها لون معين لكن حجابك الشرعية مسلمة حجابك الشرعي لا يصف لا يشف ما هوش وصف جسمك ما هوش لأن عباية قنينا ضيقة عليك لكن آهو تمشي بيها يلقيتها قدامك يا أمي ويا أختي الغالية بدأت لي أمهاتنا بالله عليكم رعوهم في لبسهم يا أختي لو عندك طرحة ما يعرف هذه الطرحة تكون حجابك يناسبك شاربة يناسبك المهم يكون فيه شروط الحجاب الساتر الوافي الذي لا يصف لا يشف لا يشف عفوا ساتر لبدنك لجسمك واسع فضفاض ما هوش لاصق فيك والنقطة حجاب المرأة عفوا إحرام المرأة في وجهها وكفيها ما معنى يا أختي المنقبة يا أختي اللي تحطي في خمار أثناء إحرامك التبرقع أو ما يعرف بالنقاب لا بتغطي وجهك أنت إنسانا مختمرة تغطي وجهك تغطيه بإسدالة تحطي تنزلي الخمار وأسعلي عليه حكمة اللي بش ما تلبسش في الخمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إحرام المرأة في وجهها وكفيها إيدين ونقول هم لكم يا أخوات ما فيهمش زينة ما فيهمش الزينة الزينة أو وجهنا وكفينا خليم من أي زينة من كحل من حنا من غيرها ما تقوليش كانوا عندي عرس عندك عرس وعارفة نفسك عندك أعراس ومناسبات وعارفة نفسك بتمشي للحج وهذه نقطة نتألمولها لا استعدي يا مسلمة الزينة لها وقتها والإحرام ليه أحكامها الله يبارك فيك في نقطة معينة وخطة عظيم يقع فيه المسلمات أخواتنا الليبيات إنها تجرد من ذهبها وتنزع السلسل خراسها ختمها كل تنحي لأنها حارمة وبتمشي للحج هذا ما أنزل الله به من سلطان الإنسان المعتدى لوفاء أو الرابط بلهجتنا هذه لها حكمها لكن ما فيش نص شرعي يا أختي ولا حكم يقولك يا محرمة نحي خراسك من ودانك أو نحي سلسلتك المعتادة عليها راه ما فيش حكم يقولك المرأة تنزع دهبها قبل إحرامها للحج هذا من الأخطاء اللي يقع فيها الحاجات الدهب العادي اللي ما نبدوشي ما نبينوشي للرجال ولكن خلي دهبك اللي أنت معتاد عليه بعيد طبعا ما تبديش زينتك ولكن أيضا للا يجب عليك نزعه قبل أن تنوي الإحرام وإلى لقاء قريب لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ترجمة نانسي قنقر